قلتني المصري عمل مباراة كبيرة وقدامتك اه طبعا ايه اللي عجبك في المباراة اه لا اللعيبة يعني المصري قدى مباراة كبيرة جدا من فترة كبيرة ما شفتش المصري كده صراحة اه المصري كمان عنده مجموعة لعيبة مميزة كتير يعني الياس والياس الاتنين دول جمدين جدا صح جدا يعني صح خبرات فخر دين بنيوسف برضو متائلة فخر لعيب كويس وخبرة كبيرة ولعب منتخب تونس ولعب وبطلات صعبة جدا فاللعب سهل عنه حتى هو تلاقيه ما بيعملش مجهود يعني بقى أقل مجهود بتلاقيه اه طبعا طبعا لا لا لايب بطلات وده مهم جدا خلي بالك ان انت تلاقي عنصر زي فخر موجود في فرقة دي بتنجح الفرقة خلي بالك خصوصا لو هو بقى جد زي فخر عايزت عليك سؤال بصراحة شديدة يعني لو انت موجود في إدارة نادي مصري او انت لو ليك قرار في جهاز فني يعني انت تشامح معنوار حمدي وترجعه الفرقة ولا معنوار حمدي صفحية وتقفاليت بص هقولك على حاجة جميلة النادي المصري النادي الجماهيري صح تمام اهم عنصر في النادي الجماهيري الجمهور رقم واحد صح تمام فهو اتعامل مع الجمهور بشكل غلط فأنا عشان عشرته جمهور النادي المصري فالموضوع مش هينفع موضوع وصل لحاجة ساد لو انت كلمتني بقى على مروان انا بشوفه احسن في الروض في مصر احسن في الروض في مصر ولعب كبير وعنده كل حاجة حلوة في الكور يعني لو عاصته محطة وتسند عليها تلاقيه صح بيعرف يلعب واحد على واحد الكور العليا بيتعامل معها بشكل كويس عايز تيبه من تحته بيشوت فاولات كويس لا اهو مميز صح مروان مميز بس انا كلمتك بببب عشان انا عشرت الناس في بورسعيد وعارف يعني ايه جمهور النادي المصري لما بيقفل من حد فالموضوع هيبه صعب جدا حتى لو اعتذر اعتقد الموضوع على الشيء بحكم ان انا قريب من الناس بس لا الموضوع مش مش يعني ما اعتقدش انه هيمشي اه ما اعتقدش يعني